هنا فقر ينهش خارطة الجسد العراقي وجوع لا نهاية له في بلاد الرافدين تعتلي أرقام أزمة الغذاء منصة الأزمات المتفاقمة جوع بفعل اختناق الاقتصاد العراقي بأيد كثيرة منها ما تصنعه إيران من سيطرة محاصيل زراعية في السوق العراقية وفق محللين ومنه ما يفعله كورونا والوضع الوبائي المزدحم بصناعة مشكلات تأزيم الظروف المعيشية والصحية في العراق الذي يسجل في خانات الفقر والجوع إعلان صادم تكشفه وزارة التخطيط عن ارتفاع نسبة الفقر التي بلغت في آخر إحصائية أعلنتها نحو 25% أي أن عشرة ملايين عراقية أكلهم الفقر دون رحمة يظهر الرقم المخيف ثلاثة ملايين عراقية عيشون اليوم أيضا في أزمة عدم كفاية استلاك الغذاء وفق برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة تعود الأسباب وفق خبراء إلى أن العراق ما يزال يعتمد على النفط كرافد أساسي إضافة إلى عجز مالي يلزم اتخاذ قرارات حكومية صعبة لمحاولة الخروج من عنق الزجاجة يشير برنامج الأغذية أن الدعم الذي قدم العام الماضي إلى ما يقارب من 630 ألف شخص في العراق ببرامج إنسانية وتنموية وبرامج حماية اجتماعية منهما يقدم للأسر النازحة وأطفال المدارس لكن في المقابل فإن المرجوع على أبواب الحكومات المحلية والحكومة المركزية هو تبديل الواقع المعيشي الذي بات العراقي فيه حقل تجارب لسياسات تستهدفها دولة جارة أو نفوذ داخلي أو تناحر بعيد عن مصلحة العراقي في المرتبة الأولى من حسابات مسؤولين وهو ما قد يفاقم الأرقام المخيفة لاتساع حواجز الفقر والجوع والحرمان